السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة اليوم سوف نقدم لكم هذه الوصفة رائعة جدا خاصة في هذا البرد وفصل الشتاء تسخنة إلا تتعرفوا معي المكونات وطريقة تحضيرها مع لكم إلا تتابعوا معي الفيديو إلى الآخر لا تنسوا لكم لا تنسوا لكم وتعليقاتكم على العطاء وعلى المزيد ونبدأوا على بركتي الله فوق النار نضع طنجرة بسم الله نضيف تقريبا زيت زيتون ونضيف البصلة الملحة تبقى على حسب الضوء ونغطيها ونغطيها تشحر على نار مهيلة أو نار متوسطة ثم نأخذ ثلاثة الطماطم نغطيها ونصف بطنجرة وننزول نصف في الطنجرة فتنجرة أبوك نسخ نضيف القديل التحمير الصغير نضيف الخرقوم البلدي و القليل من الفلفل الأسود نرويب الماء التي تغليتها من قبل ثم نضيف كمية ملق سبرون مع دنوس نضيف كمية من نصف الاخر نضيف نجرة تغلي نضيف نقضج من الأول ننضيف يجب إلى الأسود نضيف ملق نضيف ملق نضيف ملق نضيف ملق نضيف المرق نغطيها على نار مهيلة 30 دقيقة نضيف المرق نضيف المرق نضيف المرق ثم نضيف المرق نضيف المرق دينار نضيف المرق نضيف المرق ينبدأ ويقل ارواح كتجي حساء زوين وساخن في هذا البرد هذا كتقدروا تقدموه اللي عشاء مع التمر أو مع أي حاجة بغيتوها كنتمنى الفيديو دليوم مرة أخرى لبنات يعجبكم إلي عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش تديروا متابعي لك انتو كتشفوا الصفحة لأول مرة كذلك لايكات ديالكم تعليقاتكم والبارتاج ديال الفيديو مع الأهل والأحباب باش تعمل الفائدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة